الخط الآخر خط هذه الفرقة الشاذة الخارجة على إجماع جميع المسلمين هذا الخط خط أموي جذور جذور أموية أنقل لكم رواية واحدة عن ذلك الخط الآخر هذه الرواية يرويها الحاكم في مستدرك الصحيحين المجلد الرابع صفحة 515 يقول أقبل مروان مروان ابن الحكم المعروف يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فهذا واحد جاء مخلي وجهه على قبر رسول الله صلى الله عليه وعليه فماذا فعل مروان نفس ما يفعله هؤلاء الآن فأخذ برقبته ثم قال هل تدري ما تصنع يعني هذا شرك مثلا هذا كفر هذا الظلال هذا حجر ما يفيد النبي مات ذاك قائدهم يقول عصايا خير من محمد لأن عصايا تنفع ومحمد لا ينفع صدق هاي عقيدتهم شنو نفع محمد نعوذ بالله من هذه الكلمات ما تصنع ليش مخلي وجهك على جماد على قبر فأقبل عليه يبدو أنه جذب هالشكل بعدين شاف فإذا هو أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله فقال أبو أيوب شلون منطق لطيف نعم إني لم آت الحجر يعني ماذا أخلي وجهي على حجر حجر ما إلى قيمة إنما جئت رسول الله أمر على الديار ديار أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار سمعت رسول الله أبو أيوب يقول صلى الله عليه وعليه لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله أمثال مروان وأمثال هؤلاء الجفات الشادون الخارجون على إجماع المسلمين من 1400 عام إلى هذا اليوم لا تشوفون كم واحد يأيدهم يشترونهم بالمال أو بالتضليل هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على رسول الله الخوارج مو خرجوا على أمير المؤمنين خرجوا على نفس رسول الله اعترضوا على نفس رسول الله هؤلاء هم أولئك الخوارج ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله أمثال هؤلاء ماذا فعلوا في الحجاز ماذا فعلوا في المدينة ماذا فعلوا في مكة ماذا فعلوا في العراق بعد سقوط الطاغية الذي دعموه لقتل المؤمنين اللي علماؤهم أفتوا بأنه كافر علماؤهم ماذا فعلوا بدل ما يساعدون العراق في محنته بعثوا المخربين والأموال والأسلحة للتهديم البنية الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمؤمنين في العراق للشعب العراقي تآمر مستمر طبعا الله يفضحهم في الدنيا قبل الآخر هؤلاء يرتدون عليهم هؤلاء الذين يدعمونهم من أعانى ظالما سلطه الله عليه اليوم يسوون تفجيرات في العراق بكرة يسوون تفجيرات ضدهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر